إسرائيل تتسبب في اعتزال بطل الجزائري في رياضة الجودو فتح نورين هذا البطل الجزائري الذي رفض أن يواجه اللاعب الإسرائيلي في أولمبياد توكيو والتي جرت في عام 2021 بدلا من عام 2020 بسبب جائحة الكورونا هذا البطل تم يقافه لمدة عشر سنوات هو أيضا ومدربه والآن هو يعلن اعتزاله ويتجه للتدريب نعم دفع سمنا للموقف المشرف إذن على الجميع أن يتكاتف ويقف ويساند فتح نورين بطل الجزائر بموقفه المشرف الذي بالفعل نال به إشادة الجميع من جانب ابناء العالم الإسلامي ودعموه وأيدوه وشهدنا ورأينا استقبال حافل في مدينته بالجزائر من قبل الجزائرين لذلك على الدولة الجزائرية ألا تتخلى عن هذا البطل نعم خسر مباراة بانسحابه ولكنه كسب قلوب الملايين من أبناء العالم الإسلامي تحية له ودوما نتابع أخباره ونتمنى من الدولة الجزائرية التي تتخذ موقفا مشرفا من مسألة التطبيق مع الكائن الصهيوني أن تقوم بدعم هذا البطل فاتحي نورين في ألاي من مهن اشتركوا في القناة